يعني أنا ما عم بقبض بس بسمع أنه في ناس ما بتقبض أوقات بالوقت أو حتى بعد كتير وقت أو حتى يمكن إحنا قاعدين هلا بعضهم ما قبضوا يمكن صعبة أه صعبة صعبة أنتو كيف وضعكم؟ إحنا منطبخ بالنهار ومنقدم برامج بالليل الحمد لله ماشي الحال الحمد لله مستورة مستورة كتير طب وطلال أنت بتقول إنك خجول بس تطلع على المسرح بيروح خجلك لأي درجة ممكن يتقشلش الحياة معك والله فيه أوقات بطق يما مسبسي بس إنه بمحلة بس عمه لي كياتا أوبريني رأتي كنم صندجة يعيني يعيني عرقي طب طلال أنت كممثل بتحب تفوت بالدار ولا ما بتحب تنطر وبتقلي تصف ضغري فسيعة لا بوقع بالدار طلال بيقولوا إنك بتلبس الشخصية اللي لسه طيب بحال شيوم البست الشخصية على الأفا هل أنت من الأشخاص يلي بيعتقدوا إنه بيسعدوا ولا ما بتآمن بها الأمور إذا البست الشخصية على الأفا ولا على الوجه المهم بتجي على إياسك إذا إجا شوي واسع بتحسي حالي غلط إذا أجا شوي دي كمان ما بتوغزي بعد كده بيبس يلي بيين شغلات بفض يعني يبينه بدو يرتاح الواحد صحا يا الله يا رب إيه فيعني بدو يكون الدور مفصل على إياس الشخص طبعا بدو يرتاح الواحد أحسنتي أحسنتي طلال إحنا هلأ بدنا ننتقل معك لفقرة كلنا سما يلا بها الفقرة محضرين لك تنجرة الموضيع الساخنة بين هالطنجرة بدك تسحب موضوع ساخن جدا بدك تقريه وبدك تجاوب عليه من صميم القلب وبكل جرأة وعلى طريقتك الخاصة بس باري كريتف برافو عليكم هايدي علمك يعني طبخا الموضيع الساخنة طبعا البعض بيقول الوجه الحلو البعض الآخر بيقول السكس أبيل وفي منهم بيقولوا المحن سمعت شو بيقولوا؟ ها أو حتى افتعال الفضائح والبلبلة عم تختلف الآراء هالأيام على عوامل نجاح الأعمال التليفزيوني يلي بتجيب ريتنج برأيي أنا كيف من أعيم مسلسل تليفزيوني على أنه عمل سيء أو عمل أسوأ وهل المشاهد دور بالموضوع؟ طلال الجردة كلنا سمع هبا الجمهور في لبنان هلا عم بيلحق عم بيلحق الوجه الحلو مثل صديقنا القطع السكس أبيل المحن الفضائح البلبلة يعني ما عم نروح على عمق الأشياء يعني مرأ البلد بظروف كثيرة وعادة إذا بتعني قراءات معينة لما بلد تمرق بحروب بينزل شوية المستوى الثقافي بالبلد أتأمل بيوم يعني قريب حتى مش بعيد أنه نروح شبايا على عمق المواضيع يعني هلأ فايتين لي بموضة الفساد وأيضا ما بيمنع أنه نعمل عمل له علاقة بالفساد وبالتقشف وبالتقشف وحقيقة بلد من له سكفوف نحن هو عم نعمله شكرا طلال الجردي